البقرة لماذا سميت سورة البقرة بسورة البقرة مع أن فيها ما هو أفضل من البقرة فيها أنبياء ورسل فيها قصة بناء البيت الكعبة ولم تسمى سورة الكعبة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وفيها قصة إبراهيم عليه السلام وكلام الله عز وجل له قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إسلام إبراهيم ووصية إبراهيم لأبنائه أن يسلموا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيها قصة الرسل كلهم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولم تسمى سورة الرسل فيها قصة تحريم الربا ومراتبة ولم تذكر سورة الربا فيها قصص كثيرة لكنها اختير لها اسم البقرة سورة البقرة لماذا البقرة؟ لماذا؟ قالوا لأن البقرة تختلف عن سائر لنعام إذا حلبت يأتيك لبن كثير بخلاف الناقة الناقة لبنها أقل من البقرة فالبقرة لبنها كثير والناس أكثرهم ومعظمهم يعيش على لبن البقر وما نتج عنه وما ينتج عن لبن البقر أكثر مما ينتج عن لبن العبل وعن لبن المعز فالبقر يأتيك منها السمن والزبد واللبن والحليب والجبن وإلى آخره لذلك كان يضرب المثل في البركة بالبقرة حتى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد رأى رؤيا في المنام فرأى بقرا تذبح فاستيقظ قال رأيت البارحة عجبا قالوا يا رسول الله ما رأيت قال رأيت بقرا تذبح قالوا فما أولته فسكت فلما وقعت واقعت أحد واستشهد فيها من استشهد قال هذه رؤيا يعني هذا البقر الذي أريد أنه يذبحهم أصحابي فكانت البقرة تمثل صحابي وصحابي له من البركة وله من الفضل وله من الخير ما جعل كلمة رضي الله عنه لا تقال إلا لهم فلو مات أي ميت لا يجوز لنا أن نقول رضي الله عنه لأن الله عز وجل لم يعلن رضاه في كتابه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه وصحابة الكرام لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وذابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه والخشية عمل قلبي والقلوب لا يعلم ما فيها إلا الله فلا ينستطيع أن نقول فلان رضي الله عنه إلا بدليل من القرآن ولا نقول فلان غضب الله عليه أو سخط الله عليه إلا بدليل من القرآن وخاصة أن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وقد يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها والعبرة بالخواتيم فلا يغرنك صلاة مصل ولا صيام صائم ولا زكاة مزك ولا حج حاج ولا جهاد مجاهد ما لم تعلم ما ختم له به كما أنك لا تيأس من ضلال ضال وجبروت متجبر وطغيان طاغ ما لم تعلم ما ختم له به فكم من إنسان كان بعيد من الله ثم قربه قبل موته وكم من إنسان كان قريب ثم أبعد وطرد قبل موته والعياذ بالله لذلك الصحابة الكرام أثبت الله جل جلاله رضاه عنهم فكانت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم البقرة تمثيلا ومثالا ضرب لهم فلم يضرب لهم إبل تنحر ولا غنم تنحر وإنما بقر تنحر ولهذا كانت رؤية ملك مصر أيضا مرتبطة بالبقر لما فيه من المصلحة وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وتغذية الناس مبنية على الحياة النباتية والحياة الحيوانية فالحياة الحيوانية أعظمها البقر والحياة النباتية أعظمها السنبل والزرع لذلك كانت سبع سنبلات في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وهذا قوام التغذية الزراعية وسبع بقرات هي قوام التغذية الحيوانية من ألبانها واللحومها وما يتعلق بها طيب سورة البقرة ذكرت فيها قصة البقرة وقصة البقرة ارتبطت بمجموعة من الناس جاءت قصتهم مجملة في الفاتحة مفصلة في البقرة من هم؟ المغضوب عليه لم تذكر عنهم البقرة عفوا الفاتحة إلا ثلاث كلمات غير المغضوب عليهم بس لكن الثلاث كلمات فصلت وبينت في سورة البقرة من قوله تعالى يا أيها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون إلى نهاية الجزء إلى قوله سيقول السفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب كل الجزء الأول من سورة البقرة هو الجزء الأول من القرآن مجمله يتحدث عن اليهود ويفصل ويبين أحوالهم من نعم الله عز وجل عليهم لأن الغضب له سبب والرضا له سبب والغضب ضد الرضا فإذا كان الله رضي عن الصحابة فقد غضب على اليهود لكن بين الفريقين قوم لا إله أولى الذين غضب الله عليهم ولا إله أولى الذين رضي الله عنهم إذن بين بين هؤلاء يسمون الضالون ترجمة نانسي قنقر